السلام عليكم خوتي وخوتيتي ومرحبا بكم مجددا في قناتكم أخبار بلادي أحيانا خوتي يكمل بكم في هذه القناة سنقوموا بتقديم فيديو لكم مفصل عن بعض التفاصيل في مجال الاستثمار ولا المجال الآخر سيكون في هالمونتاج معقد لكن أيضا أحيانا نحب ونعطوكم بجديد مش رح يصرف البلاد الآن الجزائر راهي كريات يعني جدل وتونس وموريطان يرام غاضبين بزاف من الجزائر وهذا بسبب عبدالقادر بنغرينا لأنه قام بكثير من التصريحات التي أغضبت تونس في هذه التصريحات اتهم تونس بقرب تطبيعها مع الكيين شوهيني وليس تونس فقط وأيضا موريطانيا بنفس الأمر الآن خوتي احنا سمعه وشقيل ورحنا يعني كان واحد نقاط بزاف رح نتعرضه معاه فيهم ولكن كيين نقاط رح نتوافقه معهم مع رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بنغرينا قبل ما نبدأ الفيديو خوتي ارجوكم تدعمونا بالضغط على زي الاعجاب اشتركوا في القناة تفعلوا الجرس كل هذا الأمور رح تدعمنا نتصدى بالحملات السينيارة شكرا بلما طولوا عليكم تفرجوا الفيديو الدولة الجزائرية وهي أظن كذلك بل أجزم كذلك أن تكون عينها مفتوحة بعد الزيارات المشؤومة لتونس مؤخرا من أجل شيراء التطبيع لتونس وقد يكون قريبا وقريبا جدا وأعني ماذا أقول هنا وش قال خاوتي زعم قل الزيارات تتع تونس المشؤومة وش رح يقصد لأنه ما وضحهاش في الفيديو وش في فيديو كامل رح يقصد زيارات تونس إلى الإمارات حيث الآن رح يتهم الإمارات بأنها رح يتتوسط للتونس بش تطبع ما كان صهيوني أسمعوا أيضا وش زياد قال وقال عفسها غالطة لكن لا أسمع حينها نقول بأن كل الحدود الجزائرية أصبحت في حالة تلغين وفي حالة استهداف وفي حالة لا أمن وحالة لا استقرار هنا خاتم عنده الحق يعني صح كان محاولات من إسرائيل تخلي كل الدول المحيطة بالجزائر الطبعة معها هنا نعطيناكم الأمثلة في مختلف الدول اللي رأي محيطة بالجزائر كما شفنا المغرب وأيضا موريطانيا كانت هناك بعض المحاولات وليبيا أيضا لكن نسمعوا جزياد قال بهذا المنظور ننظر إلى ما حدث في الساحة أو في ساحة النيجر بنفس المنظور نرى إلى ما يحدث في ساحة النيجر فالدولة الجزائرية التي أصبحت قاعدة في منطقتها وأصبح مسلم لها بأنها قاعدة تصنع أفكار تشارك في صنع قرارات لا تقبل أن تمس أو يحدث قرار داخل داخل وتتذكر ناجر أنا رأي قصد بالجزائر ما يشحبه يكون هناك تدخل عسكري في النيجر يعني فهمتش رأي قول مساء سمعه هنا شو رأي قول خاطر رأي قول عفسها غاطة لأنه احنا نشرنا الخبر لحضر عليه بن جرينا وعاودنا فينا أصبح مساء سمعه سمعه تصنع أفكار تشارك في صنع قرارات لا تقبل أن تمس أو يحدث قرار داخل داخل وتتذكرنا جايدا داخل مجلس الأمن مرتين الجزائر تريد أن تتقدم لي أن يكون ممثلها وآخره وزير خارجيتها صبري بقدم أن يكون هو الممثل الشخصي للأمين العام لأمم المتحدة داخل الساحة الليبية دول عربية هي التي تعترض داخل مجلس الأمن وداخل أرويقته على أن تكون الجزائر وهي جزم المنطقة الحيوية للأمن القومي الآن خوتي في هذه كتاعة مجلس الأمن يخي قلنا لكم فوطاو 96% من دول العالم للجزائر مع دست دول وكنا نشرنا الخبر قلنا لكم بللي هذا السد دول من بينها دول عربية مثل الإمارات وجزر القمر لكن جيوبوتي أيضا جيوبوتي دول عربية والمغرب طبعا لكن عاودة انتشرت أخبار أخرى تقول لك بللي هذا الخبر مهوش صحيحة لأنه هوية البلدان اللي قامت بالتصويت لم تعلن عنها يعني كان الأمر كلش سري إلا إذا استعملت الجزائر بعضها ما نش عارف جواسيسها ربما ولا باش تعرف شكون اللي فوطا ضدها وشكون اللي فوطا عليها ما نش عارف خوتي ربما بنجرينا عنده مصادر وحفيس يعرفهم احنا ما نعرفوهم مش كم بالفيديو تتذكرون وقت الحراك نفس الدولة العربية الخليجية يقصد الإمارات أرادت أن تشتري من النجر قاعدة عسكرية ووظفها للصهاينة على حدود الجزائر وتدخلت القيادة العسكرية آنذاك بكل ما تملك من إمكانيات وتخلت النجر عن هذا الطب صحيح خوتي إذا الأمر صحيح الإمارات راهي دايمند تحاول تحط قواعدها العسكرية في مختلف الدول الإفريقية وسبحان الله المحيطة بالجزائر وكل ما يقول الآن بنجرينا عن الإمارات ومحاولتها لتلويث إفريقيا وأيضا تدمير شمال إفريقيا وخصوصا الجزائر صحيحة خوتي يعني صحيحة 100% رغم أنه ما توافقش مع بنجرينا في بعض النقاط لأنه خوتي في الحقيقة اللي توسط للمخزن باش يطبع مع الكيان الصهيوني هي الإمارات أيضا الإمارات كانت أول دولة عربية تقوم بموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني يعني كيشفوا هالدول الأخرى باش تشجعوا قموا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وأيضا كانت هناك يعني العديد من الأخبار اللي كانت تقول وما نش عارف إذا المصدر تحيز إذا صحيحة ومن ملمضك أسمعوني منها شعر نقولكم بتعودوا تقولوا اللي يجيبنا المصدر ومش عارف كنت نسبع بللي الإمارات كانت تبتز العصابة السابقة اللي كانت حاكمة الجزائر وكانت يعني العصابة مضطرة تلبيلها كل لغبات الإمارات لأنها خايفة الإمارات تفضحها يعني تقدروا تقول الإمارات كانت عليهم عندها على المسؤولين السابقين في الجزائر لزاتو لكن الآن الأمر توقف لهذا هناك بعض العداوة الخفية بين الجزائر والإمارات البارح رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون بعث رسالة إلى نظيره الإماراتي وذلك الرسالة كانت يعني تتحدث عن العلاقات المشتركة الجيدة بين الجزائر والإمارات لكن الكثير فهم الأمر فهم أن الجزائر يحب تخلي يعني قناع دبلوماسي ما يش حب تطغى وتكتع علاقاتها مع كل دول العالم لكن في حقيقة الأمر كلنا نعرف أن الإمارات يعني دولة عدوة للجزائر دولة خفية لهذا الجزائريين كلهم يعني جهزين لأي هجوم إماراتي من أي نوع على الجزائر كم نوش يقول بنغرينا وتتذكرون وقد تكلمنا أمام التليفزيونات أنها أرادت أن تشتري قاعدة عسكرية أو مطار عسكري في موريطانيا من أجل نفس الغرض وزيارة يقال يقال في وسائل الإعلام ولم نرى تكذيب من من السلطات الموريطانية بأن مسؤول رفيع في موريطانيا زار الكيان صهيوني مؤخرا من أجل هذا المطار لأن يكون لهذه الدولة الخليجية ممولة ويكون فيها التواجد الصهيوني بالتواجد الصهيوني من كل مكان لكن ليس فقط موريطانيا وتونس خوتي ليبيا حتى ليبرا يدخل في هذا اللعب لأنه كما لابدكم خوتي ليبيا رأي فيها زوج الآن نظام من رميد ديبزو على السلطة ووحد فيهم رح بيطبع مع الكيان صهيوني بش يربح في السلطة يعني الأمر خطير جدا حقا الجزائرية محاطة بالضبوع الآن تذكرون جيدا بأن كل الدول العربية التي خاضت حروب مع إسرائيل وقعت معها على اتفاقيات سلام مصر أردن المهم خوتي راكم سمعتوا الأمر اللي أغضب التونسيين والموريطانيين راح تهم بنغرين اكتشوكو رايق زرفين حقا تهم تونس بأنها راي راح تطبع مع الكيان صهيوني بسبب الضغطات وأيضا اتهم موريطانيا بأنها هي اللي راحت والمسؤولين تعم موريطانيا هم اللي راحوا إلى الكيان صهيوني بش يوقعوا بش تبني لهم مطارات في موريطانيا بش تسهل عليهم التنقل بش يدخلوا الصحراء غربية ولو مش عارفوا ليكونوا قرب الجزائر ولماذا تحدث عن هذا الموضوع تحدث عن هذا الموضوع لأنه يقول أن الخطر الآن أصبح يقترب من الجزائر أكثر فأكثر لكن أنتم أخبتي بش يكون في هذا الموضوع أيضا كان هناك غضب من تونس وأيضا غضب من الإمارات حيث أن الرئيس التونسي قيسي سعيد تواصل مع الرئيس عبد المجيد تبون وطمأنه من ناحية تطبيعه مع الكين الصهيوني قلهم بلي تونس عمرهم حتطبع مع الكين الصهيوني رغم الضغوطات وأيضا تشارك رئيس تبون مع الرئيس التونسي على علاقات المزدوجة بين البلدين والاستثمارات المستقبلية أنتم أخوتي يشاركوكم في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات كما شفتوا أخوتي إلا نشاركنا معكم موضوعنا لليوم إذا اجبكم الفيديو دعمونا بالضغط على زل إعجاب اشتركوا في القناة تفعلوا الجرس كل هذه الأمور